رضا تحاتي ليك ومبروك نازمالك كابتان ابو الدهب مبروك نازمالك وتحية ليك مبروك الكابتان. عبيب يا فاروق مبروك لمصر زمان انت قلت لان ان شاء الله دي بداية فتحة الخير للقرة المصرية. ان شاء الله. يعني انا هضيفه عليك انت قلت ان النهاردة مصر بتفرح بسبب نازمالك. فقدمك لغاية مبروك الاهلي دي فرحة جمهير نازمالك. ان شاء الله الاسبوع الجاية يوم السبت نكمل فرحة النادي الاهلي الاسبوع اللي بعديه كله. بعد كده سيبك الصبر لسه بدر عليه. بعد كده منتخب مصر. والاهم ان انت لما بتكسب النهاردة وهتكسب ان شاء الله يوم السبت انت عندك لعيبة بقى في مصر. وعندك لعيبة كويسة. يعني النهاردة مثلا زياد كمال ومحمد شحاتة. لعيبة من اللعيبة التقال. اللي هما يصدوا عن الشمس الفترة اللي جاية. عندك عمر كمال. بك رايت على اعلى مصطفى بيعرف يجيب جون وبيعمل جون. عندنا لعيبة مصطفى شلبي احمد عبدالقادر رحسن الشحات. وقد بلك مصطفى فتحي الناحية التانية عبر احمد مجدي. عندك بكليف تحمد فتوح. النهاردة بيقول لك انا هو في عز الازمة بيقف على الكرة ويسلم ويستلم. لا عندك لعيبة. والجرأة. انت لما تعمل اللعيبة دي وتدي اللعيبة دي ان شاء الله نكسب بوركي نفاس. هتقول لي ما فيش وقت والكلام ده. ده لعيبة اهل وزمالك يا ابا. يعني النهاردة مثلا هتكلم على زياد كمال بسرعة كده. هنتكلم كابتن على اللعيبة واحدة. لا هتكلم عليه يعني ان هو نازل. فرحتك فرحة الجمهور. احنا هنتكلم عن كلام ده. بس انا لا انا بكلمك على لعيب لو خد من بدر من اول ما جيه هتكسب معلم جديد في الكرة المصرية. وقته جاي. ماشي بس يعني النهاردة في الظروف اللي لعب فيها ويقفع الكرة ويسلم ويستلم ويموت لك اللعب في وقت من الاوقات. لا معلم. فبقول لك فيه لعيبة. للأسف فيه لعيبة. بس احنا مدايقينها على نفسنا. عايزين لعيبة معينة. انت وقت بالك لأ عندك لوماشة كبيرة. و و و و خليك جريء. خليك جريء. واحنا كلنا في ظهرك. ما هو انت بتعمل تيم. ما هو انت بتعمل منتخب جديد. تمام. وقت بالك. فانا بقول طبعا مبروك لجماهير نادي الزمالك. اللي هي كلمة السر في الفوز. بقول لمجلس الادارة. اللي هو بقاله ست شهور. جاي وشال تركة مش تركته. ورغم كده. بيثبت النهاردة ان هو طالما فيه استقرار الفترة اللي جاية. فيه بطلوات. فارجو بقى من الناس اللي هي كانت بتهاجم. والناس اللي هي مش عارف ما غدتش تذكرة. وتطلع تهاجم مجلس الادارة. او لها اغراض تانية. لو انت بتحب الزمالك بجد. اقف في ظهره بقى. طبعا بشكر كمان كل الناس اللي في الفترة الاخيرة. اللي سهمت بفلوس. عشان تفكوا القيد. وعشان تجيب لك حداشر في الزمالك السنة الجانت يا الله. عايز ايه? تلت لعيبة بالزبط. تلت لعيبة. حارس مرمى مع عواد. لو محمد صباح مشي. مساك كويس وفروت كويس. الفترة اللي جاية يعني هو انا قلت تلت لعيبة بس الزمالك محتاجه. تلت لعيبة. حارس مرمى مع عواد. مساك كويس وفروت كويس. حط التلت لعيبة دولت بس ما تجيبش حد تاني. مع اللي موجودين يا رضا. ايه? مع اللي موجودين. مع اللي موجودين. انت عندك دلوقتي في كل حتة ثلاثة واربعة. اه. في كل مكان. انت المشكلة كلها في اي فرقة التلاتة اللي بلعبوا قدام. اللي هم بيشدوا الفرقة. فانت عندك عندك موجودش كبالة ناحية اليمين. وعندك زيزو. وعندك آآ مهابي ياسر. وعندك محمد عاطف. عندك آآ ناصر منسي في راس حربة. الجزيري راس حربة. سامسون راس حربة. مصطفى يا رضا. مصطفى شلب. لا ده لسه ناحية تانية بقى. كنت رضا بيجبلك واحدة واحدة في الصراحة. مصطفى شلبين ناحية تانية. وممكن يلعب فيها مهابي ياسر. وممكن يلعب فيها زيزو. وقت بالحضرتك. عندك في نص الملعب دلوقتي في. انا انا يعني النهاردة انا عجبني جدا زياد كمان لما نزل ان عنده ثقة في نفسه. ونزل في توقيت صعب جدا. وبيمسك وبيقف على الكرة وبيسلم ويستلم. عندك محمد شحاتة. انا معرفش الراجل غيره ليه. ايه لقم الانذار ولا ايه. سيبك من حتة الاصابة. الاصابة دي ده شد عادي وهيرجع تاني. اه هيفك ويلعب تاني عادي. بس هو اكيد خاف من من الانذار التاني انه ممكن يطيرد. عندك الاربعة الديفينس النهاردة كانوا حاجة تفرح. عمر جابر. اه عمر جابر المسلوسي. اه حسان عبد مجيد نجم المباراة. عواد المباراة الاولانية. اه. وعندك احمد فتوح النهاردة بيقول لمنتخب مصر انا هو. واختبال حضرتك عواد. ايه. احنا ما شفناش النهاردة سلس صلاح. عواد جاء طلع كرام المقص راح انفراد عليه. وطلعه وشتت شاطت عليه طلحها. هم بيلعبوا زي ما نبقول له ع حضرتك كده عشوائية وخلي بالك. نفس الكلام دو ان شاء الله مطش الالي. اه الالي لما يجيب جولة فرقة فكت وبدأ التهجم والكلام ده يبقى فيه عشوائية. بس حزاري بقى من كرة لطشة. انما هم النهاردة بصراحة هم شطفت سماء. انما الباقي كله تهبيش وكله لعب عشوائي وعشان كده النهاردة. بس احنا كنا خايفين اه رضم العشوائية دي برضو. ما ايوة عشان انت واقف صحب. مرعوبين اي كرة كده هفأ تخلص. ما هي اي كرة هفأ اللطشة دي هي اللي تخاوف. انما انا بالنسبة لي اني مسلا نهاردة البركان دي. ما ضيعتش كرة مثلا في العرضة. اللي فيها العرضة ولا عملت عليها الا. هو كله اللي اعب العشوائي الطويل عشان كده سمعت من جدي النهاردة والمسلوسي. كانوا نجوم. لو الراجل حط الكرة. هما كانوا بيتعبونا بس لما بيحطوا الكرة ويدوها للفحل ده. اللي ناحية الرائط. يوسف. 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 بس هو الوحيد اللي بيمسوا الكرة وكان عمل لنا الا. لما خرج ريحنا. اه ايوة ايوة. لما بيقولش اي كلام كدت رضا ما تخشي اسمه. اه. شيء اسمه السلامة الله. اه. فهو ده الوحيد اللي كان مصدر خطورة لانه بيدو سعى كرة بيغير انتجاهاته بيخدش التمنتاشر. ويمكن المطشي الاولاني. عبال ما ركزنا عليه كان دخل فينا جنيه. بانه هو عمل الجني الاولاني ضرب الجزاء والتانية اللي هي الفاول وترفعت ودكر. فعشان كده النهاردة انا بصراحة كل الاحترام والتأدير لفرقة نهد الدركان ولكن الزمالك عمل زي ما حضرتك قلت كده خمسة وعشرين دقيقة كان ممكن خلص فيهم المباراة تلات اربع اهداف وكنا رياحنا نفسينا بس يعني قطر خير اللعيبة. حصلوا تاني في الشوت التاني هده. ايه? حصلوا تاني برضو في الشوت التاني اللي هي الهجمة اللي بتوقع في الصندوق دي وعندك تلص فرص للتسغيل في هجمة واحدة. بس هو واحد زي ثلاثة وخدناك كاسب. بس خلاص احنا يعني الهدف اللي جده اسو الصلاح يعني اكيد طبعا زمالك وما زال طبعا بالنسبة الجمهور الزمالك الامل بقى فيه. لان ان شاء الله دي بداية فتحة الخير للكرة المصرية. ان شاء الله. يعني انا هضيفة عليك انت قلت ان النهاردة مصر بتفرح بسبب اه نادي الزمالك. فقدمك لغاية مباراة الاهلي دي فرحة جمهور نادي الزمالك. ان شاء الله الاسبوع الجاية يوم السبت. نكمل فرحة النادي الاهلي الاسبوع اللي بعديه كله. بعد كده سيبك الصبر لسه بدر عليه. بعد كده منتخب مصر. هو الاهم ان انت لما بتكسب النهاردة. وهتكسب ان شاء الله يوم السبت. انت عندك لعيبة بقى في مصر. وعندك لعيبة كويسة. يعني النهاردة مثلا زياد كمال ومحمد شحاتة. لعيبة من اللعيبة التقال. اللي هم يصدوا عن الشمس الفترة اللي جاية.